هم من العالم من أجل ذلك يتكلموا من العالم والعالم يسمع لهم نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال نعرف روح الحق من روح الضلال الرسول يحنى بقول لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله وهذا حق مش كل واحد بيجي بأي كلام وبتعرفوا انه البدع ورياح التعليم للأسف بتبلش في القيادات اذا انت عاوز تكون مسيح انا حكيت للفيسبوك شوف الحلقة عن مسيحية المايكرويف اذا عاوز كل الطبخات جاهزة مجاهزة مش عاوز تلتزم مش عاوز تتعب مش عاوز تقرأ بدك معرفة تنفخ لكن مش المعرفة اللي بتغير هاي هي النوعيات الناس فانت بتسمع وبتتحرك وبتركض ورا فلان ورا المرنم ورا المتكلم ورا 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 وانت مش عم بتنمو مش عم تنضج روحيا هون بيتكلم عن تمييز الارواح والعملية واضحة في الاف بي اي قال لي واحد انه ما بيدربوك تتعلم الدولار المزيف تقعد سنين تتعلم شو هو الدولار الصحيح بحال ما تشوف دولار مزيف على طول تعرف انه دولار مزيف المؤمن المنغمس والممتلئ من روح الرب والمشبع بكلمة الله واللي ساكن كلمة الله فيه بقوة الروح القدس على طول على طول بيميز بسرعة بيكتشف لانه في جهاز اسمه مسحة القدوس الروح القدس فيه جهاز فيه جهاز امان فيه جرس بيخبط بيضرب اشارة حمرة او انتبه اسحة اه تتنزلش يعني لدرجة يحنى بيتكلم لا تقول لهم سلام لانه بتخاف انه تشترك في اعماله ولا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها اشتركوا في القناة